جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صباح اليوم أطمأن خلاله سموه على صحة أمير دولة الكويت سائلا سموه الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية ويحفظ الكويت وشعبها الشقيق وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص تهانيه لنجاح الفحوصات الطبية التي قام بها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعودته للكويت سالما مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين كما تم سعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الصادقة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه أي أن ينعم بمفور الصحة ودوام العافية